مستمعي الكرام الآن نفتح قناة جديدة من القنوات التي استخدمها الغزو الفكري المعاصر لعالمنا الإسلامي إنها قناة العلمانية أو العلمانية والعلمانية أو العلمانية تمثل الوباء العصر الحديث إلى درجة أننا يمكن أن نسمي العصر الذي نعيشه عصر العلمانية إنها من أخطر طرق الغزو الفكري التي واجهها عالمنا الإسلامي المعاصر والعلمانية درس كبير نستطيع الوقوف من خلاله على عدة نقاط أولا نعرف العلمانية وثانيا نقف على نشأتها وثالثا نعرج على أبرز آثارها في الغرب وكذلك نبدأ ببيان أسباب انتقالها إلى عالمنا الإسلامي وخامسا نقف على أهدافها في العالم الإسلامي وسادسا نقف على أسس العلمانية أما سابع هذه النقاط فهو بيان موقف العلمانية من الإسلام ونختم ببيان موقف الإسلام من العلمانية أولا ما المقصود بالعلمانية؟ العلمانية أو العلمانية من حيث اللغة كلمة على غير قياس لأنها نسبة إلى العالمانية وليس إلى العلمانية ولكن الاستعمال العربي المعاصر أوقفها عند هذا التعبير العلمانية نسبة إلى العلم أما في الاصطلاح فإنها تيار فكري نصراني غربي يقوم على أن الدين أي دين لا صلة له بشؤون الحياة الدنيا وأن الحياة التي يعيشها الناس بكل ما فيها ومن فيها لا علاقة لها بالدين من قريب أو بعيد وأن أي إنسان حر في أن يدين بأي دين يراه شريطة أن يجعل دينه حبيسا داخل نفسه فلا يظهر له أثر على حياته وتصرفاته مع الآخرين ومن هنا نستطيع القول أن العلمانية من خلال تعريفها الاصطلاحي تعني فصل الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة وإنكار الآخرة على الإطلاق